رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقا سوف نقوم بتحضير المقادير وطريقة التحضير أول حاجة نبدأ بالشربات لدينا كستع السكر مع زوشكي سنتع المان نضعه من فوق النار يغليه 10 دقائق ونطفيه يجب أن يكون بارد و البسبوسات تكون سخونة نضعه من المانهات ونضعها من الداخل من المانهات يجب أن يجب أن يكون عبادة القبيل ونضعه خلال السبت حيث سليب نقص ونضعه 1.5 كاس الزيت ونضعه 1.5 كاس السكر ونضعه باكت الخميرة وكاس أربع سميد يكون أرطب ولمتوسط ونضعه قشور الليمون أول حاجة نضعه شرباتنا يجب أن يكون بارده هاده به البسبوسة انتعنا متعجن نش نحطو كيما قدلكم كاس تاع السكر مع زوشكي سنتع الماء حطوهم في كاسرونه و انا ادرت هنه يطخونش تاع بقارس ولي ما عندهاش تقدر مديرش وتخليه فوق النار يغلي نجو هنا هيا البسبوسة انتعنا انا راح نخلط غرب الفوي ما نحتاجوش الباطر واللي تحب دير بالباطر تقدري ديري بو انحطو البيض انتعنا نضيفو له السكر بلا ما نساو القرصة تع الملح خاطر ضرورية نخلطو ملح المكونات بعدها نضيفو الزيت والحليب بلا ما نساو القشور تاع القارس واللي عندها القشور تاع تشينا تقدر تحط واللي ما عندهاش تقدر دير غير لافاني ونحطو الاليفيوغ بتاعنا وسميت نضيفو كامل هاد المكونات بالفوي ونبعد نجيبو ليمون ندهنوهم بالزيت ونرشوهم بالفارنة ونفرغو الخالد ليمون هادوك ما تعمروهم ش بزاف غير نصفوهم بل فسك الاليفيوغ تاعنا حطينا باكي دنك رحن يطلعو كي طيبو معايا طريقة التحضير رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقات واستسلمت للخالق الوهابي بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب يا صائمان للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حسابي بشراك مغفرة بغير حسابي رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقات بعد ما عمرت المول تاعي كما كنتشوفو غير نصف تومب ويسكا حين يزيلو الديفلوبة وهنا قادتلي شوية الكمية حتى يتعاف هذا المول كنتشوفو فيه الأوفال قسمة قادتلي غير شوية بهالطريقة ونمسحوا الأطراف هذوك اللي كنا نرشيناهم بالفارينة هكذا بهم يتحرقونه في الفوق وندخلوهم يطيبون ونشعلوهم بالتحت كي تشوفو البسبوسة تاعكم طابت واخدت اللون الذهبي نضفيوا عليها ونشعلوها من الفوق هذي هي وهنايا بعد ما طابتلي البسبوسة تاعي كي ما كنتشوفو اخدت اللون الذهبي نجيب شربت اللي كنت ديجة طيبتها من قبل وشربت بردة نأكد ونعاود لازم تكون شربت بردة والبسبوسة تاعكم سخونة واللي شربتها قعدت لها سخونة تخلي البسبوسة انتحها حتى تبرد وتعاود تخن الشربت وتسقيل البسبوسة انتحها فالتزيين هنا تزيني بقى اختياري انا هنا كنت تزينتها بلا شونتية ودرت لها الفخاز من الفوق تزيني بقى اختياري تقدير دليلا نوات كوكو تقدير تخليها هكذا سامبل دونك كل وحدة ودوقتها ووالا هذي الوصفات عنها اليوم ان شاء الله يربي تكون لتاعجابكم ولي مازل ما درت ليش اابوني تشترك في القناة ولي مشتركة نقولها ديري لي تعليق وديري لي جامل الفيديو ويلي عجبك الى فيديو اخر مع وصفة جديدة دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة